وحدوتة مصرية شعبية يعني ثقافية حد بيقرأ وبيفهم وفي نفس الوقت منطقة جيد للوضع اللي احنا فيه لأي وضع سياسي اجتماعي ثقافي هتلاقي دايما عنده وجهة نظر مختلفة دي في النهاردة اللي مشرفنا في كل يوم أحمد آدم حبيبي حبيبي يا دكتور وانا سعيد ان انا معاك النهاردة وانا بقالي مدة كتيرة ما اطلقتش على الناس ولا اطلعت فانا سعيد ان انا من خلالك والله يبقى انت وحشني على المستوى الشخصي ومدقى جدا ان احنا معرفناش نحضن بعض ولا نسلم على بعض والعاطفة ابتدت تتغير والعواطف حتبتدت تتقتل في الناس ربنا يسطر ويعدي الايام السورة دي عليك ان شاء الله قولي بتعمل ايه اليوم ان دول ايه بروغرامة انا وطوم كروز قاعدين بقيت اقولها كده دلوقتي هو طوم كروز لسه مكلمنا اول مباريح قال لي وقفت الفيلم يا احمد قلت له اه ايه ده عرف اه قال لي وانا كمان وقفت قلت له طوم انت عارف بقى الظروف وطوم هانكس اديك شاف ايه اللي حصل له وقال لي اه لا لا الموضوع مش يزار يا احمد اه واحنا لازم نا فاحنا قاعدين قررت وقرار مشترك اه كله قاعد انا فرحان انه كله قاعد اه كل الناس قاعدة طيب ويومك بتقضي زي بتسحى الساعة كام بتعمل ايه بتكلم مين بتقابل مين اليوم بقى ابتدى يطلغبط بقى كده معايا فبقيت انام مثلا بعد سنوات الفجر كده على الساعة خمسة ونص مثلا او خمسة اه خمسة ونص التالة ربعة كده بعد انا الاقي نفسه قمت على الساعة عشر الصبح الصبح اه عندك يوم طويل بيبقى اه لا مش تقولوا الحاجة والله بيتقضى بقى يعني اه ساعات بيبقى فيه مشاور الصبح كان لازم تقضيها مثلا او موعيد ما كنتش اعرف اخدها الا بالليل في البيت او في المكتب اه فبقيتش اعرف اه اخرج ومحدش بيعرف اخرج بعد الساعة سبعة اه فبقيت الموعيد بقى مثلا بتتحول للصبح اللي هو كنا بنحضر في الفيلم كان مفروض نخش السبت اللي فات تقريبا يعني وبعدين قلنا نأجل للسبت اللي كان وبعدين برضو مش الموضوع كله مطلق طب اليوم اللي بتقعد بيه في البيت بيبقى اليوم كامل في البيت بتعمل ايه؟ والله بيقضيه بقى ما بين التلفزيون والقراية هي بتبقى فرصة حلوة بقى للقراية بصراحة يعني لان هما دول اليومين دول اللي لقد كنت الاول استغل رمضان واخد بالك في القراية دلوقتي بقيت نص اليوم تقريبا بتقضي هتقضي زي فبطلت بقى تجيب الكتب القديمة اللي قررت قبل كنا ترجحها تاني حاجة جديدة نازلة تقراها مش عارب طب وفي التلفزيون ايه؟ بتتبع الاخبار يعني الاخبار هي اهم حاجة بالتباع؟ تقريبا طول الوقت بتتبع الاخبار تقريبا طول الوقت يعني طول الوقت وبعدين بحب انا اتفرج على الناسيونال جرافيك ودسكافريشاني والحاجات بحب يعني برضو بتضيع معايا وقت حلو باتوه فيها يعني والتلفزيون طبعا ما بين الاخبار والحاجات ديت لازم تبقى متابعة طيب احمد انت بتمثلي ومش بس عشان احنا على الهوى يعني الناس اللي يعرفونا في جلساتنا الخاصة هو بيديك نبض الشارع او الشارع بيقول ايه؟ شايف الناس بتقول ايه على الاجراءات اللي احنا خدناها من اول ما الازمة ديت لحد دلوقت؟ احنا طبعا على فكرة وده باعتراف العالم بصراحة ان احنا الادارة عرفت تدير الازمة ديت باعترافية شديدة جدا وبلا فزع وبلا تهويل وبلا تهوين ولذلك احنا ممكن اقل عدد في كل الدول لان فيه كوارث في دول تانية وهو بس الاسبوع ده ربنا يعديها على خير لان هو بيبقى الاسبوع التالت او الرابع ده هو بيبقى الزروة يعني لكن ربنا يعديها انا قلبي حاس ان ربنا هيعديها على خير لان الناس ملتزمة انت شايف الناس ملتزمة؟ اه طبعا الناس ملتزمة عمر الناس ما كانت ملتزمة في مصر زي ما ملتزمة في اصل دي حقيقة وموت بصراحة يعني وفكرة كمان ان مش مسألة التزام وبس قدم مسألة ازاي بيعرف يتكيف الشعب المصري ده مع اي ظروف احنا اتخلقنا نعرف نتكيف معي يعني يتلاقيه ايه يتدقيق له يومين ثلاثة وبعد كده بياخد على الوقت دي من خلال بقى ايه يقعد يتحكوا ايه والسخرية ومسألة انه بقاعد في البيت ديت اه وما بينزلش مع اصحابه وحاجات كده يعني الترياقة على الحاجات دي اه بترفع من معنوياته وبيبتدي يتأقلم مع المحيط اللي هو عايش فيه